برحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات الإسلام تحت المجهر الأول برحب أختي فرحة أهلا بك أمارينا وسلام المسيح لكل المشاهدين النهاردة عنوان حلقتنا الإله المتآمر الإله المتآمر يعني إيه؟ يعني كده فيه مؤامرة نظرية المؤامرة اللي عايشينها على طول شربينها طيب إيه رأيك؟ ندخل في الموضوع على طول ندخل على طول في الموضوع في سورة المائدة 20 بتقول إذ قلم وصل قومه يا قوم وذكره نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يؤتى أحد من العالمين أول حاجة أنا بعلق على الآية نفسها فيه معلومة خطأ يعني هنا بتتقل إن موسى قال لقومه يعني يا قوم إذكروا نعمة الله وإن جعل فيكم أنبياء يعني موسى هو النبي اللي كان موجود بس جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يؤتى هل كان فيه ملوك أيام موسى؟ أيام موسى ما كانش فيه ملوك وأول ملك عين على بني إسرائيل هو وشاول الملك وده كان غضب من ربنا لسبب أنهم ترق الله تزمروا قالوا إيش معنى الناس التانية عندهم ملوك وإحنا ما عندناش لا فربنا قال يعني هم أنا مش عجبهم فخلاص فالمعلومة دي خلط مية في المية هو قال تركوني أنا تركوني أنا وكان ساعتها سامويل النبي وقتها فهو ما كانش أيام موسى فيه ملوك خالص بالزبط لكن بعد كده نعم دي معلومة هو كتبها خالص لكن خلينا نشوف هو أصدق في التفسير بيقول لنا في تفسير الطبر قال أبو جعفر وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال هذه هي الأرض المقدسة يبقى هو بيكلم على إيه لموسى على إيه الأرض المقدسة صح طب إيه هي الأرض المقدسة دي بيقول لك كما قال نبي الله موسى لأن القول في ذلك بأنها أرض دون أرض لا تدرك حقيقة صحته إلا بالخبر ولا خبر بذلك يجوز قطع الشهادة به غير إنها لن تخرج من أن تكون من الأرض التي ما بين الفرات وعريش مصر لإجماع جميع أهل التأويل والسير والعلماء بالأخبار على ذلك بالأخبار على ذلك يعني من أرض من الفرات لمصر يعني كده زي بيقولك من أن الفرات أيوة أيوة وهم إذا أعلنين أولا ما بيقولوا ده إسرائيل بتقول إن إحنا هنحتل من أن الفرات لا ده كلام ده قرآن القرآن هو اللي بيقول مش إسرائيل إسرائيل طبري الإسرائيلي طبري إسرائيلي والقرآن الإسرائيلي شيخ المفاصل الطبري هو اللي قال كده طيب خليني يا مارينا يعني هو قال لهم هنا في إنه إيه ادخلوا الأرض المقدسة طيب في الما إيه ده 21 ده بيأكد الموضوع وبيهدد شعب بني إسرائيل في الآية اللي جاية بيقول لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة اللي هي بن حسين فلسطين التي كتب الله لكم كتبا يعني قدر مكتوب قدر وما شاء فعل كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم ما ترجعوش فتنقلبوا خاسرين يعني إيه هو فيه تهديد هتبقى إيه هتنقلبوا خاسرين طيب نشوفوا التفاسير أنا مش هجيب حاجة من عندي على فكرة الآية دي غير منسوخة ها ودايما لما الله بيكتب حاجة المفروض إيه ما كتب اللي بيكتبه بيكون بيمشي يعني ده عندهم في الطبري بيقول إيه قال أبو جعفر وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال هي الأرض المقدسة كما قال نبي الله موسى لأن القول في ذلك بأنها أرض دون أرض زي ما آه زي ما قلناها من شوية آه غير أنها لن تخرج من أن تكون من الأرض التي بين الفراط وعريش مصر ليجمع أهل التأويل والسير والعلماء يعني بكرر الموضوع يعني تقريبا نفس التفسير بالزبط مش هيغيره حتى لو في أي تاني بالزبط لكن لما رحت لصورة الأعراف 128 قال موسى لقومه استعينوا بالله واسبروا أن الأرض لله يورسها من يشاء من عباده والعقبة للمتقين نشوف الرازي قال إيه الرازي قال إيه وله أن الأرض لله يورسها من يشاء من عباده وهذا إطماع من موسى قومه موسى بيطمع قومه في أن يورسهم الله أرض فرعون مصر وش كده بعد إهلاكه وذلك معنى الإرث وهو جعل الشيء للخلف بعد السلف شوفي يعني إيه هنا الرازي بيقول إيه بيقول بصوا يا جماعة ده بيطمع بني إسرائيل بيقول لهم بصوا الله حيورسكم مصر هلورسكم مصر والورس مصر ولا لا أها وهذا إطماع موسى في أن يورسهم الله تعالى أرض فرعون مصر يعني مصر كمان يا متآمر كمان طب لما دخل دخلوا 67 زعلانين ليه مثلا أنتو أحسن ولا الله أكبر أحسن طبعا أنا ضد الاحتلال ضد الكلام ده كله احنا ضد أي احتلال لأي أرض طبعا لكن احنا بنتكلم على الإسلام بيقول إيه وكيف المفسرين والآيات والمسلمين دلوقتي بيشوفوا مش شايفين القرآن وشايفين ده احتلال ومش حارفة إيه وأرضنا وعلى فكرة فلسطين دي لم تذكر مرة واحدة في القرآن ولا مرة ولا مرة في القرآن لكن إسرائيل بني إسرائيل بني إسرائيل ويورسوهم كتير فدي مرينا نقطة تانية في تفسير الرازي بيقول أن الأرض دي أرض مصر كمان حيورسها يورسها يعني تبقى ملك ليهم ولا يالهم ليهم ولا يالهم وبعدين إيه وهو جعل الشيء للخلف بعد السلف طيب يعني حتى لو إحنا قلنا إنه هو قال كده يعني ما أنت كإله ما زبطتش النبوءة بتاعتك ولا ويرسوها ولا بتاع ومشوا ومشوا يعني دي نقطة تانية هم مشوا لا دي مش حقيقة الله ما كانينش عايزهم في مصر ده هو اللي قال لهم اخرجوا من مصر اخرجوا صح ما هو القرآن قالب كل حاجة بس أنا بيقول حتى لو أنت فكرك إسلامي يعني ما أنت شايف أنهم خرجوا أصلا مع فرعون يعني أنت عايزة تقول لهم يا جماعة شايفين حتى الله ما زبطش في كلام مش زبط في حاجة صدق لي يا مارينة طيب نشوف الأعراف 137 بتقول وأورصنا القوم الذين كانوا استضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمات ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون هنا طبعا يعني بيقول لك أنا أورصت الناس اللي كانت ضعيفة أي أنا اللي هو أورصتهم آه اللي هو بني إسرائيل آه اللي بني إسرائيل خلينا نشوف تفسير التبرق عليه قال أبو جعفر يقول تعالى ذكره أورصنا القوم الذين كانوا فرعون وقومه يستضعفونهم فيسبحون أبنائهم ويستحيون نسائهم ويستخدون منهم تسخيرا واستعبادا من بني إسرائيل مشارق الأرض اللي هي الشام وذلك ما يالي الشرق منها ومغاربها التي باركنا فيها ويقول يقول التي جعلنا فيها الخير سابتا دائما لأهلها يبقى الله برضو هنا في بدخل الشام في الموضوع مش عارفة إلا برضو يعني هو عايز يوسع لهم الرقعة اللي يحتلوها ولما الله يقول أورصنا القوم الذين كانوا يستضعفون مفوض كلمته وننزلشوا الأرض بالزبط أنت ورصتهم الأرض دي الأرض دي بتاعتهم على طول وعلى أرض الواقع ما حصلتش وفي نفس الوقت الآيات دي ما تنسخدش يعني تيجي كده تيجي كده بس إحنا بنشوف إزاي أن الله يتآمر ضد ضد الشعوب عشان الفلسطينيين يهدوا كده شبايا خلينا نشوف تفسير البغوي كمان بيقول إيه وأورصنا القوم الذين كانوا يستضعفون يقهرون ويستزلون بزبح الأبناء واستخدام النساء والاستابد وهم بنوا إسرائيل يعني إحنا أورصنا مين بني إسرائيل ما شارك الأرض ومغاربها يعني مصر والشام التي باركنا فيها بالماء والأشكر والسمر والخصب والسعة وتمت كلمات رب وتمت كلمات رب وخلصنا على بني إسرائيل يعني وفت كلمة الله وهي وعده إياهم بالنصرة والتمكين في إيه في الأرض يا متآمر أنت عيسهم يا هوي شوفين شوفين يا مسلمين وكل ده إزاي القرآن بيقول لكم بصوا الأرض دي باقت مصر والشام والعراق كلها الله ملك هلوم خلاص السؤال هل ملك هلوم لا طبعا ده كلام فوضي بس يعني إحنا ليه ليه كلام ده ما كتب في القرآن والأحاديث والتفاتير هو كان نفسه الأرض دي يا ملك الحسن يكون النبي من البني إسرائيل لا يعني ممكن هما يطلعوها كده ولا دعم لا هو إسرائيل يهودي ليه يعني واحد عمال بيعمل كده وعايز الأرض دي كلها البني إسرائيل لا هو معيني الكتاب المقدس ما قالش كده يعني حتى وقت كتبته الكرآن ما كانش فيه كده ما كانش بني إسرائيل في مصر بالزبط ولا أي حاجة ما كانش ساعتها يعني كانت الرومان وبتاعه والكتاب المقدس اللي هو قبل اللي هما كان بيين تاريخهم هما نفسهم أرفانين من مصر ويميشوا من مصر وبيحتفلوا أنهم ميشوا من مصر والبحر تشق وخرج ده اسمو عيد العبور عيد العبور يعني ميشوا من أرض العبودية راحوا الأرض بس وراحوا الحك الحتة دي بتاعتهم بس مش عايزين حتة تانية الأرض اللي ربنا كان وعد قبل المعاد اللي كان وعد بيها إبراهيم بالزبط من 400 سنة عشان مسلم مش فاهم من 400 سنة ربنا وعد إبراهيم بالأرض دي وقال له بعد 400 سنة دي الأرض هتكون بتاعتك بتاعتك فلما راحوا واستعبيدوا في مصر وكانوا مستعبدين هم حابوا يخرجوا علشان القرآن بيقول العكس هم حابوا يخرجوا بس فرعون ما كانش راضي القرآن جايبها بالعكس فرعون عايز يطردهم هم اللي عايزين يعودي يعودي شو في حاجة غريبة فهما خرجوا بعد الدربات العشرة مش التسعة فخرجوا العبور الفسح الفسح هو العبور عشان كده ما جابش سرطه وزي ما موسى عبر بالشعب من مصر من الأرض العبودية للأرض زي الأرض المقدسة المسيح عبر بينا برضه من العبودية إلى السماء أرشاليم السماوية أرشاليم السماوية أه أرشاليم السماوية طيب نشوف الإسراء 104 بيقول إيه وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا في القرطبي بقى بيقول إيه قلنا من بعده أي من بعد إغراقي إغراق فرعون لبني إسرائيل اسكنوا الأرض أي أرض الشام ومصر برضو يعني شوفوا كام آية الأخوة المسلمين شوفوا كام آية بتتكلم على نفس الموضوع يعني كام آية خل بني إسرائيل تحتل أرض الشام ومصر يعني يا جماعة حرام عليكم بالعافية أدخلت الباب سجدا وقولوا حطة أنا مش عارفة حطة دي إيه يعني هل دي إيه اللغة إيه اللغة دي يعني دي عربي إيه سورياني مش عارفين حطة تخفر لكم خطاياكم إيه لأخر الكلام يقول لنا تكرتوا بإيه قال الجمهور هي بيت المقدس أبا إحنا دخلنا على المحذور دلوقتي آه بالزبط يعني إحنا نكلم يعني بيموتوا نفسهم إليه نفسوا عطلهم الأرض كده يعني على صنية من فضة بيت المقدس وقيلة أريحة من بيت المقدس قال عمر ابن شبه كانت قاعدة ومسكن ملوك ابن كيسان الشام بعدين يقول الضحاك ده كل دي أسماء البلاد آه بس الشام دي برضو من الأرض المقدس أيوة كل ده الرملة الأردن وفلسطين وتادمر وهذه النعمة أخرى وهي إنه وأباح لهم الدخول البلدة وأزال عنهم التيه يعني التيه التيه اللي كان في الصحراء في البرية أزال عنهم التيه ودى لهم كل البلاد دي آه وسماهم كمان يعني كنتو بقعد يسمي البلدان يعني كبه طب ده يا مارينة دي نوجه كلام لإخواتنا المسلمين في الموضوع ده أيوة هل أولا هل إحنا مع الاحتلال لا إحنا مش مع الاحتلال أي بلد لأي بلد خالص وهل إحنا ضد الفلسطينيين لا ولا ضد أي إنسان أيا كان على الأرض أنا الحقوق الكاملة لكل إنسان طبعا طيب لكن هنا المسلمين يا مارينة بيقولوا لا إسرائيل المحتلة لا اللي احتلال فلسطيني المحتلة الاحتلال الإسرائيلي آه أولا المسيح تولد فيه عشان برضو المعلومة دي بتصدم المسلم المسيح كان إيه؟ يهودي خلي بالكو يعني يهودي والعزراء مارين يهودي بس دي بتصدمهم هما يقولك مسيح يهودي لا ده كان مسلم كان مسلم لا هما بيتصدموا من المعلومة المسيح كان بيتكلم اللغة الأرومية اللي هي اللغة اللي يبرية يعني عشان تكلمها اللغة الأرومية هو تولد في الأرض اللي فيها الهيكل صح لأنه كان بيروح الهيكل بتاع سليمان صح فقل شليم يعني يعني في على الحتة اللي انتم عايزين بتقولوا دي بتاعتنا صح كما الأنبياء كانوا هناك كل الأنبياء من بني إسرائيل هناك والملوك كانت هناك الملوك اليهود كانوا هناك والمسيحة ولد هناك ودي أرضهم أنا ما عنديش أي مشكلة فرحة أن مثلا كل الناس بتعيش في السلام خدوا أنت المنطقة دي ويعيشوا في السلام لكن لا أنتوا قمشوا إحنا هناخدها دليلهم حلم أو تخيال أصل رسول أسري أبيه وأي حد عايز يتلاعب بمشاعر العرب يدخل على القضية الفلسطينية قضية الفلسطينية ويعودوا يعيني الشعب يكون هو يعاني وبيتقتلوا والقادة والشيوخ خدي بالك القادة والشيوخ هم المستفدين من القضية الفلسطينية أنها تستمر حد بيقولهم يا مارينة على الكلام ده هم حيتفاجأوا لما يشوف الحلقة ليه القرآن كتب الكلام ده القرآن هو إله الإسلام اللي قرر أن بني إسرائيل يغضو مصر العراق الشام الأردن الأردن فلسطين يا لهو من النيل للفراط من النيل المقولة دي من النيل للفراط هي مقولة إسلامية صرف فأنا إحنا بالنادي بإخواتنا نقولوا عيشوا كلكم في سلام حبوا بعض الأرض لله لا وإنت دلوقتي إنت لو واحد يهودي شاف الحاجات دي ده ممكن يقضيهم إنت عارفة أن فيه واحد يهودي فعلا تقريبا نتكلم في الأمم المتحدة وجاب لهم القرآن القرآن طلع لهم الحاجات قال لهم بصوا قد القرآن بيقول كده كذا كذا تذبوا بقى آه قالوا ده قرآن وعن رغم من كده إحنا لا عايزين مصر ولا عايزين العراق ولا عايزين سوريا ولا عايزين بعدين بيقولك أن الرسول رح صلى هناك في المسجد أنت رحت فين أنت رحت أرض يهودية صلت هناك أنت كانت أرض المسلمين مثلا لو كان فيها مش كان الرسول بيواجه وشه بيت المقدس بيت المقدس كانت فين فدي كانت أرض يهودية قال لك أن رحت أسر يبي رحت لبيت المقدس وصلت هناك ولا المسجد المسجد الأقصى المسجد الحرام المسجد الأقصى ده بتاع مين؟ ده بتاعك إنت ولا عشان أنا خلاص روحت في الحلم بتاعي بيقيت أرضنا أو لا ماهيش حلم يعني بيقيت أرضنا فإحنا دلوقتي إحنا ليه عاملين الحلقة دي إحنا عاملين الحلقة دي بنوريك أن القرآن بيتكلم إزاي على أرض اللي أنتو بتقول عليها يعني أنتو كمسلمين بتقول عليها أرض محتلة وهي فلسطين وكده ونوريك إزاي القرآن متآمر ضد فكركوا أنتو كمسلمين وإزاي الله متآمر ضدكم ونلتقي بكم في الحلقة القادمة من الإسلام تحت المجهر